نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور كتبت فيه أنا بعتذر عن الظهور في حلقة الإسبوع ده لدواعي صحية حاجة تانية ملهاش علاقة بالمرض أكسم بالله أنا عمري ما أصدت أبداً إن حدي يتضايق مني ودايماً بتكلم من قلبي وتابعت ريهام أنا بعتذر لأسرة الفنان المرحوم ممدوح وافي والفنان الراحل أحمد راتب الله يرحمهم عما أزيع في البرنامج بالرغم من إن المصدر مصر على الخبر حتى وقتنا الحالي إلا إن أكيد أسر الفنانين يعرفوا أكتر مني وأضافت ريهام سعيد عمري ما قلت خبر من غير مستند لكن العصور على مستند من 23 سنة كان أشبه بالمستحيل أنا أسفة لكن كل الاحترام لكل فنان وكل زميل ولم أقصد أبداً الإساءة بإزاعة هذه الأخبار وواصلت ريهام طبيعي إن الفنانين يقفوا جنب بعض في وقت الأزمات لكن إذا كان الخبر غير صحيح فأنا باعتذر مليون مرة والأهم من أي حاجة إن محدش محترم يكون زعلام مني أبداً وسيتم الاعتذار على الهواء لإن هذه هي أصول المهنة مش علشان أي سبب تاني ووجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة شكر إلى الدكتور أشرف زكي نقيب السينمائيين قائلة بشكر الدكتور أشرف زكي مليون مرة على المسندة المستمرة لي والكل الفنانين الأحياء منهم والأموات وفي سياج أزمة الفنانة وفاق مكي التي ما زالت مستمرة نشرت الفنانة المعتزلة ما يرى الببلاوي تعليق جديد بشأن حالة الجبل التي أثرت في الفترة الأخيرة بسبب أزمتها مع الفنانة وفاق مكي وشهادتها في قضية تعذيب الخادمتين والتي عادت إلى الأضواء بعد 23 سنة على مرورها حيث تعرضت الإعلامية ما يرى الببلاوي إلى هجوم شرس بسبب اتهمها بكتمان شهادتها خاصة بعد خروج الفنانة هند عيكف لتؤكد أن ما يرى الببلاوي تواصلت معها تليفونيا من قبل لتؤكد أن لديها دليل براءة وفاق مكي منتهم التعذيب الخادمتين وعلقت ما يرى الببلاوي بعد عرض حلقة لها من برنامجها مع أحد شيخ الأظهر الشريف والذي تحدث فيها عن كتمان الشهادة قائلة ده الرد الفكري والديني عملت حلقة عن كتم الشهادة ده إذا كان فيه كتم الشهادة أصلا تعليق ما يرى الببلاوي أصار جدلا جديدا بين متابعيها حيث هجمتها إحدى متابعيها قائلة لها هو مش أنت اللي تلعت وقلت أنا كتم الشهادة أنت اللي تكلمت أصلا من غير أي دي ضغط لترد عليها ما يرى الببلاوي قائلة أنا ما بتكلمش عن دلوقتي بتكلم عن زمال لما كان عندي عزر قهري تفاصيل القصة بدأت خلال الأيام الماضية وذلك بعدما ظهرت الفنانة وفاق ميكي في أحد البرامج التلفزيونية وأكدت زميلتها الفنانة هند عاكف أن ما يرى الببلاوي تحدثت معها بخصوص إخفاءها شهادة برائط وفاق ميكي منذ ما يقرب من 23 عام وإنها ترغب في الظهور والإدلاء بالشهادة حتى تخلص من عقدة الزمن وبالعودة إلى قضية الفنانة وفاق ميكي فإنها تهمت بتعذيب وحرق خادمات لديها وبالفعل بدأت التحقيقات وتم الحكم عليها باستجن عشر سنوات في تلك القضية التي كانت وقتها تشغل الرأي العين وتعرض الفنانة وفاق ميكي بعدها إلى هجوم كبير ولا تزال توابعها تطاردها حتى الآن لم تمر عدة ساعات حتى خرجت الفنانة ما يرى الببلاوي في أحد البرامج التلفزيونية كشفت ما يرى الببلاوي في شهادتها إنها بعد ولادة ابنها الوحيد محمد كانت تريد فتيات لمساعدتها في أعمال المنزل وبالفعل استعانت بإحدى السيدات التي يقومنا بجلب بعض فتيات صغيرات ستنة من إحدى محافظات البحيرة للعمل في منزلها واكتشفت حينها ما يرى الببلاوي إن واحدة من الفتيات تعاني من الصلع إلا إن السيدة المسكورة أكدت لها إنه مرض جلدي وإن الفتاة كانت تعمل لدى الفنانة وفاق ميكي وشرحت ما يرى الببلاوي إنها رفضت تعيين الخادمتين خوفاً من نقل أي مرض جلدي إلى ابنها الرادية وبعدها فجأت بإن الفنانة وفاق ميكي متهمة بتعذبهم وحين حاولت الذهاب للإدلاء بشاهدتها فجأت إن هناك خطاب تهديد بأكل ابنها في حلق يومها بذلك ليقوم زوجها الصابت بالسفر معها إلى سوريا وعاد بها بعد سبع شهور وقالت ميار الببلاوي إن هذا ليس فقط كل ما تمتلكه من معلومات ولكن بعد مرور 23 سنة قبلت السيدة المخدمتية التي كانت برفقة الخادمات مصطفة وقالت لها إن شخصاً ما هو ما دفع لوالد الفتايات حتى يقوم بحرقهم بعد أن أعطى لهن منوم واتهم وفاق ميكي بذلك حيث وكان يرغف في الانتقام منها ثم خرجت بعد ذلك الفنانة ميار الببلاوي لتنفي كل اعترافاتها وكلمها بعد اعترافات الفنانة ميار الببلاوي قامت الفنانة وفاق ميكي بتوجيه رسالة مؤسرة لنجلها عمر خلال استضافتها في برنامج الوسط الفني بعد الجدل الذي در مؤخراً حول قضية تعذيب الخادمتين وفاق ميكي ظهرت في فيديو برفقة نجلها عمر وقالت له عايزك تعرف إن بعمل كل حاجة حلوة عشاناً وترفع راسك أنت بتحب أمك ولا لأ ومن جانبه قال الإعلامي أحمد عبد العزيز مقدم برنامج الوسط الفني خليك فخور يا عمر بأمك وقوها حد يقولك حاجة عنها أخلاقياً مش تمام وأضاف ماما نجمة كبيرة وحصت بالمرارة بس حابت تمشي وراء برائتها علشان ما حدش يدايقك عايزك كل لما تشوفها تبوس إيديها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر